موسيقى شرف لي أن أكون معكم ثانية نحن نوصل دراستنا حول كيفية التنقل في هذا الضيق وهذا الاضطراب الذي نمر به وفي هذه المشاركة أرغب في استكشاف بعض الأمور التي يمكننا القيام بها كنقاط استجابة الفكرة الكبرى التي يجب أن نحملها في قلوبنا هي أننا لسنا الجيل الأول الذي يدرك أننا انحرفنا عن السبيل يوجد بعض الغطراصة بيننا حيث نعتقد أنه بسبب مواجهتنا لهذه الظلمة إذن هذه نهاية الزمن التحدي الذي واجه شعب الله على مر هذه العصور هو أننا من الممكن أن نفقد تركيزنا ونشرد نحو الأسيان عن قصد الله يعرف كيف يستردنا وإذا كنا مستعدين سيستخدمنا لنكون ملحا ونورا في وسط هذا الغرب إنه وقت مثير لخدمة الرب أحضر كتابك ومفكرتك والأهم افتح قلبك كنا نتحدث حول هذا الموضوع حول كيفية الازدهار في المشاكل المشاكل الكبيرة لفظة شعبية لكلمة كتابية وهي الضيق الضيق يعني مشاكل كبيرة وعادة ما نتصور وأنا أعتقد أن الضيق الكبير هو الضيق العظيم وهذا ما هو موصوف في سفر الرؤية أعني قبل عودة الرب سيكون هناك بعض المشاكل الكبيرة جدا وإذا كنت في وسط المشاكل فإنها مشاكل كبيرة أنت تعرف الفرق بين الجراحة الصغيرة والجراحة الكبرى بوضوح الفرق بين المشاكل والمشاكل الكبيرة هي إذا كانت تخصك أم لا ونحن نعيش في زمن من الاضطراب والفوضى والارتباك وإعادة التوجيه التي لا تشبه أي شيء في حياتي أنا لست على استعداد للقول إنها المشاكل الكبيرة النهائية ولكنها تحمل جميع السمات التي تنعكس في ذلك وهناك أدلة وفيرة من الكتاب المقدس تشير إلى هذا فيصبح السؤال ماذا نفعل بهذا؟ هل نلوي أيدينا؟ هل نملأ قلوبنا بالهلع؟ هل نشعر بالقلق؟ هل نغضب؟ هل نتجاهل الأمر ونصفر بصوت أعلى؟ ماذا نفعل؟ أرغب في أن أؤكد لكم أن الكتاب المقدس يعطينا طريقا حتى نزدهر في وسط كل هذه المشاكل إنها حقا أخبار صارة لا يوجد شيء يحدث في الأرض يفاجئ الله أو يهدده أو يجعله يشعر بالرهبة وهذه الأشياء صحيحة بالنسبة لي ولكنها يصعب تصديقها مما نشاهده أعني بالنسبة لي إنه يتجاوز بكل الطرق حدود القابلية للتصديق أحيانا أقول هذا لا يمكن ولكن في الأسبوع الماضي أعلنت ممظمة الصحة العالمية من وجهة نظرهم المستنيرة وهذا ما أعلنوه بالفعل أن الطبيعة الجنسية للبشر لا يمكن فهمها على أنها ذكر وأنثى لم نختلق ذلك في الأسبوع الماضي عبرت الجمعيات النقابية عن تفضيلها لمصطلح القائم بالولادة بدلا من مصطلح الأم المسألة قد تكون أقل إرباكا حيث نشأت بتجربة مختلفة في هذا الصدد أطرح هذا كمجرد مثال اقتصاديا نحن نواجه ديونا تفوق 30 تريليون دولار مجابة السداد وقادتنا في كل الجانبين يبدو أنهم غير قادرين على توفير ما يكفي ذلك يشكل كارثة هذا ليس بيانا سياسيا بل أخبرك أن التشويش الاقتصادي الذي نواجهه ونرى تأثيراته على كل مناحي حياتنا لا يمكن أن يتجنب التصاعد أبدا إنه وقت من التوتر ومع ذلك ليس وقتا للخوف بل هو وقت لفهم إيماننا بطريقة جديدة والله يوقظنا قبل أن يتم تقديم هذا الوباء قبل أكثر من سنتين كنا في حالة نوم تقريبا كنا نتحدث عن تحولنا ومعموديتنا ونوع العباد الذي نفضله لكن لم نركز على إيماننا أشارككم اقتباسا لأحد الأصدقاء شاركه معي أقرأه لكم وتخمنون من قائله إنه شخص ذو أهمية وهو له قيمة كبيرة سأغير كلمة واحدة ولكن سأخبركم أي كلمة هي أن نعيش حياتنا ونفوت الغرض العظيم الذي تم تصميمنا من أجله هو حقا خطيئة من غير الممكن أن نشعر بالملل في عالم مليء بالمشاكل التي يمكن معالجتها والجهل الذي يمكن تعليمه والبؤس الذي يمكننا التخفيف منه يبدو أن الطموح والطمع الاثنين لا يعرفان حدودا ومع ذلك تستمر الحياة بوجود من يعيشون في نوع من التراخي بلا هدف يصبح الترفيه هو هدف الحياة الحانات تزداد والرياضة تنمو بشكل دائم والمقامرة تستهلك الكثيرين يتم السعي وراء تسلية لملء الفراغ الذي أحدثته حياة لا معنى لها يمضي عام بعد عام في ملاحقة لا تجدي أي منفع أتعرف القائل؟ دعني أعطيك تلميحا هذا اقتباس من 1797 هذا ويليام ويلبرفورس الرجل الذي أنضى حياته واقفا في مواجهة تجارة العبيد شخص ما شاركني هذا الاقتباس كنت مذهولا قال تستمر الحياة مع كثيرين يعيشون بخمول ولقد أصبح الترفيه الدائم هو هدف الحياة يقول الاقتباس الحانات تكثر أضفت كلمة بارات للاقتباس لم أرغب في الكشف عنها الحانات تكثر والرياضة تكاثر بشكل دائم والمقامرة تستهلك الكثيرين عندما سمعتها أعتقدت أنهم يتحدثون عن جميع المسابقات 1797 أنا قول لا يوجد شيء جديد تحت الشمس الطبيعة البشرية ليست مختلفة كثيرا وهذا هو سبب أن الإغراءات التي عملت عام 1797 تعمل جيدا في هذا العام يعني قد يكون لدينا بعض التطور التكنولوجي ولكن الطبيعة البشرية لم تتغير معرضون للضعف بنفس الطرق لذلك إذا كانت هناك فترة تغير وإعادة توجيه في العالم فأنا على رأيي دائما بأنها فرصة كبيرة لملكوت الله إنها ليست فترة للخوف أو الانسحاب بل فترة للتقدم بل فترة لقول الحقيقة بقدر ما نفهمها وبقدر أكبر من الوضوح وبأكبر تكرار يمكننا تحقيقه أتوقع أن أرى المزيد من الناس يسلمون حياتهم للرب بشكل كامل ويخضعون لروح الله أكثر من أي وقت مضى أتوقع أيضا أن نشهى التعبيرات للمقاومة ضد الشر غير مسبوقة في حياتنا لا أعتقد أنه يجب أن نفاجأ بتصرف المحكمة العليا نيابة عن قداسة الحياة الإنسانية وتسمح للولايات باتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بالأجنة لا يفاجئني على الإطلاق وجود احتجاجات تعارض ذلك الشر نادرا ما يتخلى عن وجوده على المسرح يتطلب مننا التغلب على الشر بالخير لذلك مطلوب مننا الأثور على أصواتنا وآمل أن تفعل ذلك حول طاولة طعامك وفي الحي الذي تعيش فيه وعندما تنتظر أطفالك وفي العمل وأينما كان الرب قد منحك النفوذ أو التفاعل مع الناس من حولك آمل أن تساعد في تحديد الأشياء التي ترى الله يفعلها آمل أن تتحدث عنها وتشجع الآخرين على رؤيتها اليوم أريد التركيز على جانب واحد محدد من كيفية ازدهارنا في هذه الأزمة الكبيرة والذي له علاقة بأساسات حياتنا عندما يكون هناك ضغط هائل فإن التحديد النهائي لما إذا كانت الهيكلية أو الحدث أو الأعمال أو أي شيء آخر سيبقى له علاقة بالأساس الذي يجب وضعه إذا كنت تقرأ الكتاب المقدس فإن قراءتنا اليوم تبدو مناسبة من يقرأ القراءات اليومية؟ جديد والباقي ماذا عنه؟ ستساعدك حقا قراءة 20 دقيقة من الكتاب المقدس وهذا الالتزام سيغير حياتك يمكنني الشهادة على ذلك إنه يغير حياتي ففي قراءتنا اليوم في سفر التثنية إصحاح 20 يقول إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر قوما أكثر منك فلا تخف منهم أتشعر بأنك غير مؤهل؟ بلا أهمية وصوتك صغير ومواردك غير كافية؟ لا أحد يهتم كثيرا برأيي؟ الجهلاء أصواتهم أعلى؟ هذا ليس أمرا جديدا هذا يعود لسفر التثنية حيث يقول الله وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب الكاهن ويقول لهم اسمع يا إسرائيل أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم إذا قال الله أن لا تكون جبانا تأكد أن قلبك ينبض بقوة وأنت مرعوب جدا لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم النصر لا يأتي من الجيش النصر لا يأتي من استراتيجيتك قد يمنحك الله جيشا واستراتيجيا ولكن النصر يأتي من الرب قلنا ذلك لشهور كثيرة المشاكل التي نواجهها ليست سياسية أو أيديولوجية إنها ليست عن حزب أو قرارات اقتصادية أو حتى ظروف دولية المشاكل التي نواجهها هي مشاكل روحية ولنتمكن من الاستجابة بشكل روحي لن تتغير النتيجة جسديا الله يدرب شعبه في سفر التثنية على الحياة المنتصرة إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم عكس التوقعات في الواقع قال عندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب أتطلع إلى ذلك اليوم الذي نويد فيه الصلاة إلى حياتنا الوطنية عندما نويدها إلى ممرات المستشفيات دون خوف وإلى قاعات المحاكم وإلى المدارس وحتى إلى الجيش حان الوقت أسمع أشخاصاً أمضوا حياتهم المهنية في الجيش يقولون إنهم لم يعودوا يتمتعون بالحرية لتشجيع الناس الذين معهم على قراءة الكتاب المقدس أو الصلاة باسم يسوع ومن غير المعقول بالنسبة لي أن نبقى صامتين بينما هذا يحدث ماذا كنا نفعل يا رب أنا آسف آمل أنك كذلك وهذه ليست مشكلة شخص آخر لقد صمتنا لفترة طويلة جداً طلبوا عدم إحضار إيماننا إلى الشركات بينما تقوم الشركات بأخذ وجهة نظرهم وفرضها علينا جميعاً بالقو أنا لست غاضباً منهم ولكن أشعر بالحرج من تعاوني مع أساليب الترهيب في العقود القليلة الماضية لكننا نتغير نحن نبدأ في الصلاة نبدأ في وضع ثقتنا في الرب بطرق جديدة أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختزل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيرا ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين كيف نتعامل مع الشدائد القوية في عبرانيين 12 والذي درسناه يوم الأحد نود أن ننطلق من هنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوعي أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله يسوع هو مثالنا ماذا نفعل في مواجهة المتاعب تقول الآية الذي من أجل السرور الموضوعي أمامه احتمل الصليب لم يتمكن من تحقيق مقاصد الله في حياته دون التغلب على شيء ما في حياته وأنا وأنت أيضا هذا المفهوم القائل بأن هدف إيماننا هو مجرد جعل حياتنا سهلة وممتعة هذا خداع لا يتعين عليك البحث عن المتاعب ستجلبها لك الحياة لكن نصيحتنا هي أن نثبت أنظرنا دائما على يسوع لأنه هو رئيس الإيمان ومكمله تأمل فيه كما جاء في الآية الثالثة الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب لقد احتمل الصليب لأن هناك أشخاص قد رفضوا الله في كل جيل من عام 1797 إلى القرن الأول وحتى القرن الحادي والعشرين هناك رجال ونساء لا يتعاونون مع الله لكنهم ليسوا سلبيين في تمردهم إنهم يعرضون أولئك الذين يختارون التعاون مع الله لقد صلبوا يسوع وعارضوا ويلبر فورس وسيعارضون مقاصد الله في القرن الحادي والعشرين أيضا هذه ملاحظة وفية سنمضي قدما فتفكروا في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم فما هو التحذير لا تتعب وعندما تتعب لا تيأس أتشعر بالتعب؟ نعم انظر إلى الشخص المجاور قل له تبدو متعبا جميعنا أيضا كلنا نمر بتلك الأيام وعدة ما يبدأ الأمر بفكرة أو ربما يتعرض لها بشعور ما لا أرغب في القيام بذلك اليوم لا أرغب في القراءة لا لا أرغب في الاستقامة نضحك عندما نتحدث عن ذلك تذهب إلى البقالة وأنت في خط الدافع ثماني قطع أو أقل والذي أمامك لديه أربعين في بعض الأيام أشعر بالرأفة سأساعدهم في تعبئة مشترياتهم هذه معظم الأيام أريد أن أمسك بسيقان الكرفس وأطرق بها على رؤوسهم دعني أساعدك في العدي إلى ثمانية واحد اثنان صحيح؟ عادة لا تكون هذه تحدياتي وأستطيع الأثور على ما يكفي من الصبر للمرور من هذا إنها الأيام ولا أرغب في ذلك تعبت جدا الأمور لا تسير على ما يرام وأخشى أن يكون التغيير كثير أنا أقصد احفظ قلبك الجميع يجب أن يفعل ذلك توصيل تلك الأفكار وتلك العواطف أمر عالمي إنه يأتي لنا جميعا وهذا السبب في أن نصيحة العبرانيين تدعو إلى أن لا نكل ونفقد الأمل إذن ماذا نفعل؟ دعونا نأخذها خطوة إلى الأمام أعطانا يسوع بعض التعليمات في متى سبعة إنه مثل مألوف وسمعناه كثيرا قال فكل من يسمع أقواله هذه ويعمل بها هذه هي الفئة التي تسمع كلماته دائما وتطبقها وتحتاج إلى جزئي المعادلة يمكنك معرفة كل شيء عما قاله يسوع ومع ذلك لا تمارسه ولكن فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر أنت تعلم البديل هناك شخص بنى أساسه على الرمل نفس البيت الجميل نفس شركة البناء فقط أسس مختلفة وقال يسوع إن النتيجة ليست في العواصف العواصف هي نفسها تأتي تحديات الحياة للجميع خيبات الأمل غير المتوقعة والتعابير الظالمة غير الشرعية للشر الذي يتوغل بحياتنا ولكنه قال إنه يمكنك بناء حياتك بطريقة عندما تأتي عليها العاصفة لا تنهار أنا مهتم بهذا هل أنت مثلي؟ كيف نقيم حياتنا بهذه الطريقة يا إخوتي؟ يقول في رسالة العبرانيين علينا أن نركز انتباهنا على يسوع وقال يسوع إننا بحاجة إلى سمع كلماته والتصميم على تطبيقها لذا فالأساسات مهمة للغاية هذا صحيح هذا صحيح في مجال البناء شاركت في الكثير من مشاريع البناء وأعلم أن الأساسات تتطلب الكثير من الهندسة المحددة لها بالفعل كلما كانت البنية أكثر تعقيدا زادت تعقيد الأساسات إنها مهمة لأن أي هيكل يأتي فوقها لن يكون أفضل من الأساسات الموضوعة كان لي صديق عاش في فلوريدا وكان يريني بعض مشاريع البناء لديه وكان هناك مبنى سكني متعدد الطوابق كان يميل كان سيضطر إلى أن يهدم تماما لم يضعوا أساسات صحيحة أوه رأينا ذلك في حياتنا الروحية بعضنا اضطر إلى هدم بعض الأمور وإعادة البناء على أساسا أفضل بالطبع إنه جزء مما تعلمنا لذا فالأساسات أمور ضرورية انظر إلى المزمور أحد عشر إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ هذا سؤال مهم للغاية لأن هناك أوقات في التاريخ أوقات في السرد الذي يتكشف للحضارات وأيضا لشعب الله عندما يكون هناك محاولة متعمدة لتدمير هذه الأساسات نحن نشهد هذه الأوقات سيعدون تعريف الزواج ولكن لم يتغير تصور الله للزواج سيعدون تعريف العائلة ولكن لم يتغير تعريف الله لها على الرغم مما حدث من كسر لزيجاتنا وكسر لعائلتنا لم يتغير تصور الله لذلك ولن يتغير لأنه ثابت على مر العصور يكون الطريق الأكثر استقرارا وإثمارا للتعايش نعيش في زمن يحتفى فيه بالشر ويدان الخير أمور مثل الطهارة، النزاهة، الصدق يستهزأ بها علنيا ونحن نحتفل بالأشخاص الذين هم متلاعبين وغير صادقين وأشرار هذا هو العالم الذي نشاهده ويجب أن نعترف أن هذا هجوم على الأساسات ولا يمكننا أبدا أن نستمر في فعل ذلك ونتوقع أن نزدهر يوما كشعب أنا لا أتحدث عن إيمانك ولكن أقول لك كمجتمع إذا أردنا أن يعيش أبناؤنا وأحفادنا في مكان مستقر جيدا مع الفرص والحريات والحقوق فسنضطر إلى أن نتحلى بالشجاعة للوقوف من أجل الأفكار والقيم الأساسية يجب أن تكون الحقيقة متوقعة دائما لا ينبغي أن نتسامح مع الخداع والتصريحات المضللة والنسيان جميعنا نخطئ ولكن هناك فرق بين الخطأ وتضليل الناس عمدا لا تنظر خارج جدران الكنيسة استمع علينا أن نعود إلى الداخل ونبدأ في المرآة مع أنفسنا حول موائدنا لقد أخفينا خطيتنا وتجهلنا فجورنا وقبلنا الفساد لقد استخدمنا كلماتنا لتمزيق الناس بالتلميحات والاقتراحات نحن زرعنا الشكوك داخل الناس أصبح لا يوجد في المجتمع مكان أسوأ من الكنيسة في هذه الأمور ليس هناك مكان حيث نغتال الشخصيات إلا هناك من خلال الشك والتلميح والإيحاءات يجب أن نتوب إنه أمر شرير ولا ينبغي أن تتصور أنك ستفلت من حكم الله إذا مرست هذا ليست فكرة جيدة إذا انقلبت الأعمدة في الصديق ماذا يفعل؟ أؤكد لك أن هذا ليس معقدا الحقيقة أننا حذرنا في أماكن متعددة في الكتاب عندما تحدث يسوع عن المشاكل التي ستأتي عند اقترابنا من نهاية الدهر وأخبرنا عن نوع الأشياء التي ستحدث من تصاعد للعنف وانتشار للفجور والخيانة والخداع والارتداد لقد تم تحذيرنا من كل ذلك السؤال الحقيقي الذي يطلب منا التفكير فيه في هذا الكتاب هو أن لا ندعه يغيب عن أعيننا أن نتحدث عنه لأطفالنا عندما نستلقي ونسير وعندما نجلس في المنزل لا نعطي هذا الأمر أهمية كبيرة كما نفعل في تدريبهم على الأشياء لا نعطي نفس الاهتمام في قلوبنا لذلك يصبح السؤال هل سنختار الاستماع والطاعة؟ من يذهبون للكنيسة متى سنختار تذكر ما قاله يسوع؟ فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنا بيته على الصخر لا يوجد اختيار أقوى يمكننا اتخاذه يا إخوتي من اختيار الطاعة للرب كم مرة يجب أن نسمع الحق قبل أن نقرر أن نكون مطيعين؟ الله لا يحتاج إلى إقناعنا وعلينا أن نقرر أن نستسلم لسيادة يسوع وهذه صلاة لكل واحد أن نختاره هو وحقيقته بكل قلوبنا لنصلي أيها الآب اغفر لنا عندما نظل عنيدين معك ولا نرغب في الخضوع نأتي اليوم بطواضع لنعترف بيسوع كرب على شخصيتنا وجسدنا وروحنا ونختار الطاعة لك بكل ما نحن عليه وكل ما نمتلكه باسم يسوع آمين شكراً لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون وصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 والرب يباركك